السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بحضر لكم ما فيديو جديد. ان شاء الله انا مجدكم حاجة يميل قوي. اه منها تقول مسلا سرية في طريقة حديثة. او تشترك قهر الافلات. او ممكن تقول على كزا ميزة يعني. او عشان لو في سلك عندك اه او خاف مسلا على حاجة صرفها افلة. فالدار ديت او الحاجة اللي احنا عملها ديت هتحميك من الافلات. تمام? ده مكسف ستاشر ميكرو. ستاشر ميكرو. بتعمل مطور المية. او بتعمل موترلية كبيرة. اللي هو لتنحو صعام. تمام كده? ستاشر ميكرو. اه اه اقل حاجة مسلا من تجيبها عشر ميكرو. حتى لو جبت خمسة هيشتعل معك. بس كل ما يكون عالي كل ما يكون اردل. تمام? ده ستاشر. ستاشر ميكرو. تمام? ودي وصلة فيشة. تمام? وصلة ازغارها كده. لا عودة سرح من غير الفيشة. هقول لك تلحمها ازاي? بس احنا بنختصها بس عشان ايه? نعرف نجرب بس. بس لفشة صغيرة. تمام كده? طيب. اول حاجة. وكلبسين. عشان ما نلحمش في المكسف. نلحم هنا مباشر. كده? 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 ودي فيشة. هتجعل اي خط من الفيشة. اي خط. خطوة ودي مقاومة. عشرة كلو اوم. عشرة كلو اوم. الوانها. الوانها بني اسمر برتق خالي دابش. تمام كده? عشرة كلو اوم. هتجيبها هنا معس الكربسات. مقاومة كده نحطها معهم. وسلك مع المقاومة. هقول لك المقاومة دي مهمتها ايه? بس تركز معاي. بس تركز معا كده. احنا اقطعنا سلك واحد بس. اللاحمر ماشي زي ما هو. ما نجدعه. اي لون عماتها مش هتفرق معانا. اي لون. هتطع واحد بس منهم يعني. وهتركب المقاومة. اكيد انك بترحم السلك. دوالي. هتفقلك لبسات حلو. على السلك اللي انت قطعته ده. كده. اهو. احنا اقطعنا سلك واحد بس. وركبنا المقاومة عليه. هنيجي هنا. وهنركب عادي. خلي براك المكسف. اربع رجول. اتنين. مش كده. لا كده. ديت خارج. دولة اتنين رجل واحدة. ودولة اتنين رجل واحدة. تمام كده? يعني الخط ده هو الخط ده. والخط ده هو الخط ده. يعني دوس المكسف بالشكل ده. بالعرض كده. لكن كده غلط. فاحنا هموصل كده. تمام? هتبقى بالشكل ده. كده الدايرة خلصت. طيب. هنوصل احنا بقى على ماتين وعشرين. هتقول لي ده لازم ات ايه? قل لك ديت هتعطل لك القربة عادي هنا كده ماتين وعشرين. وبحيث لو انت عملت شرط. قفلة. لو احنا عملنا شرط كده. ده بش قفلة هتحصل في البيت. لأ. المكسف هنا هيمتص الصدمة دية او الافلة دية هيمنحها. زي لمبة السرية بالزبط. بس لمبة الزرية دي انضف منها. انضف منها لي? لان ده هتطلع ماتين وعشرين صف. لمبة السرية بتطلع مية وعشر. معروف لي بتطلع كارو مية وعشر. لي بتطلع ماتين وعشرين. وبحيث لو انت عملت قفلة عادة ما تخافش. طعم? فاحنا هنجيب مدخل ماتين وعشرين. ده مدخل ماتين وعشرين. اهو. وارح بالفيديو كده. ميتين وعشرين اوه. طعم? ميتين وعشرين اوه. باقي. هنوصل احنا كده. طعم? كده معي لام بيت. متوط. طبعا اللامة لي متين وعشرين. طعم? وعشان تتأكد الكهربة اللي داخل اه. متين وعشرين ايه. طعم? والخارج اوه. متين وعشرين ايه. تمام? لو احنا عملنا قفلة الوقت في اللمبة. طبعا من قد على مكتب خشب فمش هكهرب. ما تعملش انت الحركة دي. يعني انا عمل قفلة بس طبعا انت مفروض ما تعملش قفلة. مشان ايه? انا بس ببين لك. اه. اجيب لكم فك حسن. تمام? فك معزول اوه. وهنعمل احنا قفلة هنا الوقت. اللي حصل اللمبة هتطفل معك بس. لكن مش هحصل قفلة. اه. تمام? اه. ما فيش حاجة عاملت قفلة معي. تمام كده? لكن لو انا عملت قفلة هنا. طبعا كرسان طيب. تمام قفلة في البيت. هنا كده ما فيش قفلها. اه. ودي لما متوط. طيب. المقومة هنا لازمت ايه? عشان عارفك المقومة جدا. المقومة دي. لو انت مش مركبها. المكسف ده هيحول شعنة كبيرة اهوه. هيحول شعنة كبيرة اهوه. هتجي تركب جاز ممكن يتحرق منك. تمام? او هي اخد صعب مكبيرة من الكهربة يعني. تمام? لكن احنا عوزين حاجة تمنع على الكهربة المكسف. الكهربة وصلة اهي. تمام كده. لو انا حشت اللمبة اهو. وبيت ايس هتلاقي قربة امتانا عشرين زي ما هي. اهو. انا اسيبها شعنة شوية. افصل الكهربة. اهوه. وصل على مكسف. لو فيش كهربة ايه? متحوش. تمام? لكن لو افشت المقومة. اهو. انا كده لغة المقومة. طيب هاوصل الكهربة. وهو برك الفرق بقتي. لو وصلنا كده بقتي عم مكسف. تمام? سنية واحدة ايه? ايه اللي هيحصل? اه. حول الشحن. فالمقومة ليه مكور ركبة. المقومة ليه مكور ركبة. بتحوش بقى الشحنة اللي ايه? بيتفرخها اول باول. تمام? ما بتخليش المكسف يحتفظ بكهربة. وصلت? ده فيديو. للمشترك اللي هو كهربة الافلات او السرية الحديثة. تمام? اختراع جميل جدا وهياجبك. ما تخافش على اي جهاز مش يحصل لقفلة. ولا هتعمل اه افلها. فمن فتح ليها اه بتاعك قربة. اه حبيت نفس الفكرية احنا كنا عملناها زمان بمكسف بتاع المروحة اللي هو اللي اسمر. فاحنا قلنا نحدثها شوية. فلا مكسف كبير. عشان مكسف المروحة لو انت هتعمله هتعمل اتنين تراتة مرة بعد. اربعة ميكور واربعة ميكور وثمانية. لا احنا نجيب واحد كبير زي ده. من عشرة ميكور وانت طالح. هتبقى دايرة جميلة جدا. وقربها. وعمل حلها شورت. بس طبعا ما هتمسكش الشورت اللي تعمله. يعني حاجة مع الزورة كده. وعمل حلها شورت. او عمل هنا شورت. على الكربة اللي خرجت. يا رب كنفجي عاقبكم. اشتركوا عاملين بديه ان شاء الله. والسلام عليكم. واحطة لابركاتكم.